في موضوع آخر رفض قاد المحكمة العسكرية بالبوليدة أمسين الاثنين طلب الإفراج المؤقت عن رئيسة حزب العمال ويزا حنون وأكد بيان للأمنة الدائمة للحزب إن الويزا حنون لا تزال قيد الاعتقال منذ التاسع ماي الماضي وتشدر الإشارة إلى أن طلب الإفراج هذا يعد ثالث من نوعها الذي ترفضه المحكمة العسكرية في البوليدة